الشيخ عبد الباصد يا ليت ذلك كذلك يعني لو كان هناك يعني حكام كما تقول يحكمون الإسلام ورائدهم القرآن وقدوة محمد عليه الصلاة والسلام فنقول نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارهم وأن يخلد بقاءهم وأن يزيدهم تقن وهدى لكن كما قيلوا الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه فهذه دعاوى والدعوى لا بد لها من دليل يصدقها وكل يدعي وصلا بليل نعم يعني الآن كل الناس يشهدون بأن الإسلام مغيب الإسلام ما بقيت منه إلا شعائر شعائر ميتة الآن أكثر بلاد المسلمين المساجد فيها مراقبة الدعاة تحصى عليهم الأنفاس وتعد عليهم الكلمات الآن أكثر بلاد المسلمين حرية الدعوى ليست متاحة نعم والدعاء مراقبونها في كل واد وبعد ذلك في أكثر بلاد المسلمين شعيرة الجهاد مجرمة والحديث عنها محرم في أكثر بلاد المسلمين حدود الله معطلة وشرائع الإسلام مغيبة بل حتى ما كان باقيا منها هي ما يسمى بالأحوال الشخصية نعم الآن يتآمر عليها وسمعنا قريبا ما كان في تونس نعم من إقرار المساواة نعم بين الذكر والأنثى نعم هذا كله قد حصل فلذلك ما يمكن أن يدعي إنسان فيقول بأن الآن دولة الإسلام قائمة وأن شرائع الإسلام ظاهرة وأن دين الله مرفوعة رايته هذا كلام وذلك شيخنا هذه الشبهة التي يرددها بعض الشباب المسلم للأسف يعني أن أدى بهم إلى مولاة هؤلاء الظلمة ضد كل مسلم كل داعية كل شيء يعني بحجة أن دولة الإسلام موجودة نعم أنا أقول بأن الإنسان إذا لم يستطع أن ينطق بالحق فهو معذور لكن ما ينطق بالباطل يعني لو كان يعني قعدت به همته عن النطق بالحق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما أن ينطق بالباطل وأن يقول ما ليس حاصلا فهذه شهادة والله جل جلاله قال ستكتب شهادتهم ويسألون ومن قال ذلك جهلا فهو آثم أما من قال ذلك وهو يعلم فهو أشد إثما الذي يقول ذلك وهو يعلم بأنه مزور وأنه ملبس وأنه ينطق بغير ما يعلم في باطن الأمر فلا شك أن مصيبته أكبر وكما ذكرت لك في بداية الكلام هؤلاء هم الذين عاناهم الله بقول يشترون بآيات الله ثمنا قليلة وقد سئل إمامنا مالك رحمه الله قيل له من أحمق الناس قال الذي يبيع دينه بدنياه قيل له من أحمق منه قال الذي يبيع دينه بدنياه غيره بحيه